كشف مهرجان الشارق السينمائي الدولي للطفل عن قائمة الأفلام الخليجية المشاركة في دورة المهرجان الرابعة وتضم القائمة سبعة أفلام تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع فيلمين المملكة العربية السعودية تشارك بأربعة أفلام والبحرين تشارك بفيلم واحد حيث تتناول كافة هذه الأفلام حكايات مختلفة من واقع المجتمع الخليجي قبل أن يسدل استطارة عن نتائج الفوز بجوائز مهرجان الشارقة السينمائية الدولي للطفل فأن المهرجان لم يغفل عن الإشارة إلى الأعمال الفنية الخليجية المشاركة التي تتنافس مع مختلف الدول ليكون لها نصيبا من الجوائز المقدمة التي تكافئ الجهود المبذولة في كل عمل على حدة فبواقع فيلمين تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة وبأربعة أفلام تشارك المملكة العربية السعودية أما مملكة البحرين فهي أيضا لها نصيب في المشاركة بفيلم واحد للمخرج البحريني السينمائي هاشم شرف مشاركته عبارة عن فيلم قصير في مهرجان الشارقة السينمائية للطفل اسم الفيلم ميتم فيلم قصير تقريبا بحدوثات دخاف يتكلم الفيلم قصته عن موضوع قضية الأيتام وبالذات قيمة الحنان لليتيم اللعنة كنت حاصل على جائزة الأفضل فيلم خليجي قصير بعد في فيلم سورج بعد تم تصويره في البحرين تتناول كافة الأفلام الخليجية المشاركة في المهرجان حكايات مختلفة من واقع المجتمع الخليجي وتتصف هذه الأفلام بقدرتها على تصوير البيئة الخليجية وما تختزنه من قصص واقعية أصيلة في المجتمع كما تمتاز بقصص تنبض بالحياة قادرة على التعبير عن طبيعة تفكير جيل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي احنا شاركنا هنا فيلمنا اسمه شباب بوكون هم شباب بشكل عام عايشين في أمريكا واحنا كنا نتكلم عن قضايا تناسبنا كشباب هذا الفيلم هو موضوع تهاون الشباب في استخدام حزام الأمان فيلم ذاكرة ممتلئة يتكلم عن له طفل حسن يقع في ضحية الطلاق فتتقادفه الأمواج من هنا وهناك لكي يوصل إلى رسالة السلام إلى والديه حتى لا يفوتنا القول فأن مهرجان الشارق السينمائي الدولي للطفل تمكن في دورته الرابعة من استقطاب مجموعة من الأسماء البارزة في الإخراج السينمائي من مختلف دول العالم لدعم المواهب السينمائية الشابة الفيلم حتى الآن متحصل على 8 جوائز وصلين أكثر من 60 مشاركة بين المهرجانات وهذا أول عرض حصري في الشرق الأوسط مهرجان شارقة السينمائي الدولي للطفل يفتح المجال للمنافسة ضمن ثماني فئات ويمثل المهرجان منصة جيدة لعرض الإنتاجات الخليجية السينمائية بمجموعة الأفلام التي استقطبها لتترجم مدى الاهتمام السينمائي الذي يكتنف الشباب الخليجي منافسة قوية بين الأفلام المشاركة وأيام وجيزة تفصلنا عن معرفة الفيلم الفائز في ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل لتلفزيون البحرين إيمان شرف الشارقة الإمارات العربية المتحدة